لو لعب مع ليفربول قبل مع اسكر 18 مارس بس ليفربول بعت لنا مثلا قلنا هو شارك صحيح بس ما شاركش هو جاهز 100% ومحتاجينه يكمل تأهيل معنا المفروض يبقى موقفنا ايه هي البطولة مش اجندة دولية اجندة دولية يبقى من حقك اتحاد الدولة هيسمح لك بس لازم يقفية تفاهمات بين الاندية الكبيرة اللي موجودة دي في اوروبا او في العالم عمتا وحتى في مصر يعني مش اقول لازم يبقى فيه تفاهمات مع الجهاز الفني والاداري للمنتخب وادراف الاندية والناس المسؤولة كمدربين ومسؤولين يعني والله لو الكلام كده والتحاد المصري اكيد هيتكلم مع محمد صلاح وحاسه انه ما يقدرش يجي انا مش شايف فيها حاجة يعني هي بطولة هتعدي بطولة ودية صحيح كابتن حسام محتاجه لو هو كامل سليم يعني انه يكون موجود في اول معسكر لي عشان يفهم سياسته ويفهم تفكيره والشكل اللي عايزي لعب به وهو من اهم الناس وكابتن الفرقة ده ده حقيقي ولكن سهل انه تتدارك تتدارك بعد كده الكلام ده لازم يكون فيه تنصيق بين الجازي الفن المنتخب ومحمد صلاح نفسه يعني كابتن حسامة بطبيعة الحال كلنا نعرف جينا الكابتن حسام حسن وكابتن ومنتخب مصر هليك كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن من النوعية التصدمية اللي ممكن يخشه في اي دعم معاني مكبير زي محمد صلاح لا طبعا هم بص حسام ابراهيم مخلصين جدا في عملهم وحتى هم لعب يعني انا لعبت 82 هم تلعب مسم 84 تقريبا في نهاية 83-84 84 هم طبعا أصغر مني في السن يعني ولعبنا مع بعض بقى تاريخ طويل طويل مش أقل من 15 سنة مثلا من 83-84 لغاية هم مشوا من النادي الأهلي من النادي الأهلي حتى لما راحوا ورجعوا كنت أنا موجود أنا عتزالت 99 وكنت مساعد لمستر تسوبل بعد كده وهم كملوا لغاية لما مشوا في النادي فالتاريخ طويل معهم هم مخلصين جدا بيحبوا شغلهم جدا بيضحوا جدا متفانين ما اعتقدش أنه هم من الزكاء أنه نجم كبير زي محمد صلاح أنه يحصل تصادم معه بالعكس ده هو هيحاول يتعامل معه بالصورة المثالية اللي مفروض تتعامل بها بنجم كبير زي محمد صلاح وبعدين احنا عايزين نقول إيه أنه أي فرقة في الدنيا صحيح فيه معاملة يعني للفريق ككل تكون باحترامه ده طبيعي في أي فرقة نادي أو منتخم صحيح ولكن فيه نجوم بيبقى ليهم مكانة خاصة مش معنى أنه أنت هتعامل بطريقة مختلفة ولكن لابد أن كلها هيتتحط في قدره يعني شكورك شكورك كبير تستمع عن النهوة دي لا لا ده طبيعي عشان فيه جملة شهيرة جدا تقولك يا جماعة محمد صلاح تاريخ واسم كبير بس وزاي زي ايه اللعب لا لا وقالك المسي زي ايه زي ايه اللعب في الأرجنتين وزاي زي ايه اللعب في الأرجنتين ولا على فكرة حتى احنا في النادي مثلا عندنا كنادي أهلي أو لما لعبنا في المنتخب أو كده أو حتى لما كنا مندرين فنيين فيه مبدأ العدالة والمساواة والحقوق وكلام ده شملة كل الناس ولكن ولكن يعني انت حتى لازم يكون عندك من الزكاء انك تعرف تعامل كل واحد بطريقته وحسب تاريخه وحجمه ومكانته وحجمه تاريخه 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 تاريخه